مدرب محترم ودياني وعلاقته كويسة مع اللاعبين وهذه الانطباعات خرج فيها بعض الصحفيين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب الأردن اللي مشارك في كأس العرب لأنه احنا بتعرف انه منتخب المغربي اللي كان يقود عموة تفازه علينا أربع صفر السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في قناتكم وقناتنا في الخبر تنتمينا تكونوا بخير وعلى خير أصدقائي في هذه الفيديوها تشوفوا الإعلام الأردني كنتكلم على مدرب المنتخب الأردني الجديد المغربي حسين عموة مدرب اللي تناعرفوا إحنا كمغاربة يعني مدرب محنك مدرب عند واحد كاريزما داخل الملعب وخارج الملعب المباراة اللي كان قادها أمام الأردن في كأس العرب وفاز عليهم على الأردن بأربعة صفر خلت الأنظار ديال الأردن على المدرب عموة وصدفوه وتكلموا معه بأنه يدرب لهم المنتخب ديالهم كيتمنوا أنه يوصلهم إلى كأس العالم وإحنا بدورنا كنتمنوا كل التوفيق لعموة وفريق والمنتخب الأردني في مسيرته مصدفوه أخليكم تفرجوا في الفيديو مساعدة أراضي لكم التعليق لايك والبارتاج لما مساعدة إشتركوا في القناة وفعل زر جراز بجيزء وصل الجديد وإحنا نقول لكم فرجة ممتعا لقمنا للفيديو والسلام عليكم الجديد لمنتخب الوطني المغربي حسين عموة والذي سيكون إن شاء الله في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم الخميس أو بعد غد الخميس أستاذ خالد الاتحاد الأردني يعقد مؤتمرا صحفيا لمدربنا الجديد المغرب حسين عموة تحضيرات على قدم وساق لتحضير لهذا المؤتمر يعني هو الخبر المفاجئ بتعيين الكابتن حسين عموة إن شاء الله يكون خبر سعيد للكرة الأردنية هذا اللي منتمنى نحن في المنتخب على أبواب مشاركة مهمة في كأس آسيا وفي تصفيات المونديال أعتقد أنه الظروف الآن مؤاتية لإحراز نتائج إيجابية يعني تلبي طموح الشارع الرياضي في ظل المواهب الموجودة حاليا للمنافسة في كأس آسيا والوصول للمونديال وأعتقد أنه الظروف مؤاتية شريطة أنه يكون فيه تضافر للجهود يعني أنت لما تحكي عن مدرب مهما كان قوة المدرب وشخصيته صعب أنه يوصل لك أس العالم بدون ما يكون عنده لاعبين جيدين بدون ما يكون عنده اتحاد كنت قدم منسجم وداعم لفكر هذا المدرب واحتياجات اللاعبين فبالتالي هي منظومة متكاملة مخطئ اللي بيحكي أنه جيب مدرب إحنا بدنا فقط مدرب المدرب لحاله مش كفائي نعم بدك مدرب جيد بدك اتحاد متناغم ببحث عن المصلحة العاملة المنتخب بدك أيضا لاعبين مميزين وأعتقد أنه الفترة الحالية فيها لاعبين مميزين فقط بحاجة لإدارة من قبل الجهاز الفني بالشكل المطلوب الآن يعني يوم الخميس رح يظهر المدرب المغربي لأول مرة صعب أنه نحكي عنه انقيمه بشكل إيجابي أو سلبي لكن المسموعات والسيرة الذاتية للمدرب المغربي بتحكي أنه هو مدرب على سوية عالية حقق نتائج جيدة مع الفرق اللي يدربها ومع المنتخب المغربي للاعبين المحليين فبالتالي في تفاعل بالشارع الرياضي بإمكانية تحقيق الإجاب ما شاهدنا من ردود فاعل بتعيين الكابتن حسين عموت أعتقد أنه الجمهور الرياضي للأردني متفائل بهذا الرجل الشارع الرياضي هو عاطفي يعني هو ببحث عن نتائج بدليل أنه أنت تابع الجمهور إذا أنت فست في مباراة بيعتبروا اللاعبين مميزين بيعتبروا المدرب مميز بتخسر في مباراة بيحكي لك هذا المدرب فأغلب الآراء لا تعتمد على أساس فنية بقدر ما هي أمور عاطفية إحنا شفنا في الفترة الماضية كان في ترحيب بقدوم المدرب الجديد لكن كان في تساؤل حول طريقة عدم تجديد عقد المدير الفني كابتنى عدنان حمد والكل يعرف أنه المدرب قدم للكورة الأردنية بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف بشأن القدرات الفنية لكن هو مدرب يعني إله تاريخه ودرب المنتخب على مدى سنوات طويلة يمكن تغنينا بنتائجه خاصة في الفترة الأولى اللي درب فيها من 2011 إلى 2013 فبالتالي كان فيه يعني نوع من القساوة في طريقة عدم تجديد العقد لكن بالظل أمور وكواليس موجودة هي كواليس موجودة يعني صعب أنه نحكي فيها يعني ما أعتقد أنه الآن مناسبة أنه إذا بدك نحكي فيها بدها حلقة يمكن كاملة تحكي فيه في كل هذه التفاصيل لكن الآن خلينا نفتح صفحة جديدة مع المدير الفني ونحكي يعني للكابتن عدنان أنه هو مدرب إله إله مكانته في الشارع الرياضي المحلي يعني أنا كصحفي أرفض الطريقة تعدم تجديد عقده وهذه مشكلة ترى مش في الاتحاد في الأندي كمان أنه أنت اللاعب اللي خدمك لما تستغني عنه بطريقة تكون مرضي للطرفين يعني أنت بإمكانك فيه مدرب موجود تقول له يلا مع السلام ما بديه ويزعل منك وصير علاقته سيئة والشارع الرياضي يتعطف معه وفيه إمكاني أنه أنت تجيب المدرب تقول له الله يعطيك العافية الظروف ما بتسمح أنه تكمل العقد وشكرا على الجهود وتطلع ويطلعوا حبايب سمنع عزد هيك المفروض يكون ما يكون بخطوة فجائية وكأنه فيه شيء يحيك ضد مثلا مدرب أو لاعب في مثلا هذه المواضيع الآن دعونا نحكي عن المدرب الجديد مدرب سيرته الذاتية كويسة التفاو الموجود في الشارع الرياضي كما المدرب هو مدرب على الصعيد الشخصي مدرب المقربين منه بيحكوا عنه أنه مدرب محترم ودياني وعلاقته كويسة مع اللاعبين وهذه الانطباعات خرج فيها بعض الصحفيين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب الأردن المشارك في كأس العرب لأنه نحن تعرف أنه المنتخب المغربي اللي كان يقوده عسين عموت فازوا علينا أربع صفر وأداء كان متميز للمنتخب المغربي في هذه المباراة وكان فيه مؤتمر صحفي والتقوا فيه صحفيين أردنيين فكل الانطباعات تحكي أنه مدرب جيد لكن هذا بحاجة لجهد من اتحاد كرة القدم بحاجة لجهد من اللاعبين بحاجة لاستراتيجية أنا بقول لك الآن هذا المدرب المطلوب منه أنه هو ينفصل عن اتحاد كرة القدم جهازه الفني هو اللي يجيبه جهازه الإداري بتتشاور معه الجهاز الإعلامي بتتشاور معه لأنه أنا حكيت لما استلم الكابتن عدنان حمد قلت أنا حكيت أنه راح يتأثر المنتخب لأنه ما فيه انسجام بين كتلة العمل الفنية والإدارية والإعلامية ما فيه انسجام هذه بنيت على شغلات سابقة كانت في المنتخب قبل عدنان حمد فبالتالي أعتقد أن المنتخب يمكن حتى لو ما أهلان عنها لكن هو عانى من هذه التبعات الآن هذا المدرب جاي على منتخب جديد المفروض يكون جهاز الفني كله معه حتى لو استعانت أنت في مدرب أردني لازم هذا المدرب الأردني يكون مقبول في الشارع الرياضي وأموره الفنية وشهاداته بتأهله أنه يتواجد في المنتخب لأنه راح يكون يعني تقريبا هو مستشار لعموت اللي يمكن أكيد مش راح تكون يعني معرفته بالكرة الأردنية بالشكل المطلوب لكن بحاجة لمدرب أردني يعني على الأقل يستشير في بعض التفاصيل فبالتالي إذا بدك تعين أنت جهاز فني هو اللي يختاره ويفضل أنه هو اللي يجيب الجهاز الفني معه حتى يكون حتى تحسبه حتى يكون فيه انسجام في عهد عدنان حمد الفترة الأولى من 2019 إلى 2013 كان الجهاز الفني متناغم في هذه الفترة لكن الفترة الثانية أعتقد كان في بعض الإشكالات اللي أثرت على مسيرة المنتخب ويمكن يكون لها نوع من أو تبعات أو أسباب اللي صار في الفترة الماضية الرجل ينتظره مشوار يعني صعب وطويل مع المنتخب الوطني بداية في التصفيات في آخر السنة وبطولة أمم آسيا برأيك أستاذ خالد يعني مدرب الجديد هل سيسعف الوقت يعني نتحدث عن خمس أشهر لبداية التصفيات وممكن ست أشهر أو سبع أشهر لبطولة كاس آسيا شوف أنت لما تعكي لما يطلع خبر سهل 11 بالليل أنه تعاقد مع أموته وعدم تجديد عقد حمد فعرف أنه يعني هناك مفاوضات مع المدرب من شهر صحيح يعني تقريبا فهذه الفترة كفيلة أنه المدرب يعني يطلع على المنتخب الوطني يحضر كثير من المباراة يشوف شون الكرة الأردنية فأكيد صار عنده إلمام على الأقل يعني نظري في ظروف الكرة الأردنية الآن هو مقبل على معسكر أو مبارتين ووديتين للمنتخب يعني أعتقد راح يكون في النروج وأذربيجا نعم هذه المبارتين يعني راح أكيد يعطوه انطباع جيد بعدها راح يكون في بطولة رباعية هذه أيضا راح تعطيه المدرب انطباع كامل قبل ما يروح على التصفيات المونديال وكأس آسيا فأعتقد أنه الفترة متاحة يعني صعب أنه نشوف مع المدرب على السحرية مثلا نشوف والله في مباراته مع النروج نشوف المنتخب مضار بالشكل المأمول ونحمل المدرب المسؤولي هو بحاجة لمبارات النروج ومبارات أذربيجان وأيضا نشوف يعني نبلش نشوف بصماته في البطولة الرباعية نوعا ما لكن التقييم أكيد سيكون في المنافسات الرسمية في تصفيات المونديال وفي كأس آسيا إن شاء الله أنه هذا المدرب يعني حقق حلم وطموحات الشارع الرياضي كل طموحات الشارع الرياضي الآن تنصب حول الوصول للمنديال أعتقد الفرصة مؤاتية نعم أهلا وسائلنا أصدقائي ومرحبا بكم مرة تانية على قناتكم يوسف الخبر كانت مننا أصدقائي من هذا الفيديو يكون الإعجابي لكم وكانت مننا وكل التوفيق للحسين الموجة مع المنتخب الأردني الشقيق تالهنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو نطلقه فيديو جديد في موضوع جديد والسلام عليكم